لماذا رياض حجابة تماهى مع الأخوان المسلمين نعم الأخوان المسلمين وجبهة النصرة عندما أتى ب47 مليون دولار من قطر وسلمها إلى جيش الفتح من أجل هجوم على حلب في المرحلة الأولى عندما دخلوا الكلي الحربية وسموها الأخوانجية سموها أعدى مجموعة كبيرة من شباب جيش السوري رحمهم الله في كلية المدفعية فأعتبروها غزوة إبراهيم المدريش فكيف أنت تأتي بصبار وعين مليون إبراهيم حديد أو آخر إبراهيم مدريش أحد الأشخاص الذين شاركوا بمجزرة المدفعية أيام الأخوان سموا العملية على اسمه تماما 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 سموا العملية على اسمه إذن كيف تقبل أنت رجل قومي وعروبي وعلماني أن تتماهى مع الأرهاب وتأتي بدعم سوى 40 مليون دولار من أجل هجوم على حلب فهذا أحد الأسباب الحقيقة التي اختلفت مع رياض حجاب فيها بالإضافة شعرت بأن رياض حجاب مطية يعني هو في السعودية وفي قطر هو ينفذ ما يطلب منه فأنت رئيس كنت سابقا رئيس ملجل سوزرائي يجب أن تغير المسار يجب أن تحاول أن تفعل شيء من أجل وطنك من أجل بلدك أن لا تكون مطية لمشارية ويملع عليك قرارات أنت لست بقنعان فيها فهذا أحد الأسباب الحقيقة التي سقطت فيها رياض حجاب